بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فهذا هو الدرس الخامس والأربعون من دروس تفسير سورة الفاتحة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله نتابع فيه قراءة وشرح فصول الباب السابع من المباحث الخاصة بالبسملة وعنوانه الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الإضافية وقد فرغنا من عرض وتحليل الفصل الأول الذي خصصه الإمام لبيان الأسماء الحاصلة بسبب القدرة ووقفنا عند الفصل الثاني الذي تحدث فيه الإمام عن الأسماء الحاصلة بسبب العلم حيث يقول الفصل الثاني في الأسماء الحاصلة بسبب العلم وفيه ألفاظ الأول العلم وما يشتق منه وفيه وجوه الأول إثبات العلم لله تعالى قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقال تعالى في آخر سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الاسم الثاني العالم قال تعالى عالم الغيب والشهادة الاسم الثالث العليم وهو كثير في القرآن الاسم الرابع العلام قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الخامس الأعلم قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته السادس صيغة الماضي قال تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم السابع صيغة المستقبل قال تعالى وما تفعل من خيري يعلمه الله وقال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الثامن لفظ علم من باب التفعيل قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وقال في حق الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال الرحمن علم القرآن وعلم أنه لا يجوز أن يقال إن الله معلم مع كثرة هذه الألفاظ لأن لفظ المعلم مشعر بنوع نقيصة التاسع لا يجوز إطلاق لفظ العلامة على الله تعالى لأنها وإن أفادت المبالغة لكنها تفيد أن هذه المبالغة إنما حصلت بالكد والعناء وذلك في حق الله تعالى محال اللفظ الثاني من ألفاظ هذا الباب لفظ الخبر والخبرة وهو كالمرادف للعلم حتى قال بعضهم في حد العلم إنه الخبرة إذا عرفت هذا فنقول ورد لفظ الخبير في حق الله تعالى كثيرا في القرآن وذلك أيضا يدل على العلم النوع الثالث من الألفاظ الشهود والمشاهدة ومنه الشهيد في حق الله تعالى إذا فسرناه بكونه مشاهدا لها عالما بها أما إذا فسرناه بالشهادة كان من صفة الكلام النوع الرابع الحكمة وهذه اللفظة قد يراد بها العلم وقد يراد بها أيضا ترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي النوع الخامس اللطيف وقد يراد به العلم بالدقائق وقد يراد به إيصال المنافع إلى العباد بطريق خفية عجيبة الفصل الثالث في الأسماء الحاصلة بسبب صفة الكلام وما يجري مجراه اللفظ الأول الكلام وفيه وجوه الأول لفظ الكلام قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة الثاني صيغة الماضي من هذا اللفظ قال تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وقال وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكُ الثالث صيغة المستقبل قال تعالى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اللفظ الثاني القول وفيه وجوه الأول صيغة الماضي قال تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ الثاني صيغة المستقبل قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك الثالث القيل والقول قال تعالى وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وقال تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد اللفظ الثالث الأمر قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد وقال ألا له الخلق والأمر وقال حكاية عن موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة اللفظ الرابع الوعد قال تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وقال تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده اللفظ الخامس الوحي قال تعالى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيُّ كَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيَا وقال فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى اللفظ السادس كونه تعالى شاكرا لعباده قال تعالى فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال وكان الله شاكرا عليما ففي هذين الفصلين أعني الثاني والثالث تحدث الإمام عن الأسماء الحاصلة بسبب العلم والكلام وعدهما من الصفات الحقيقية والإضافية لأنهما صفتان قائمتان بالذات ولهما تعلق بأشياء أخرى خارج الذات يقول الشيخ الدردير رحمه الله في شرح الخريدة البهية فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام والمعنى أن هاتين الصفتين تتطلبان أمرا زائدا على قيامهما بمحلهما فالعلم يقتضي معلوما ينكشف به والكلام يقتضي معنا يدل عليه وكلاهما يتعلق بسائر أقسام الحكم العقلي أعني الواجب والممكن والمستحيل وقد تحدث الإمام في الفصل الثاني عن أسماء تدل على صفة حقيقية وصفة إضافية وهي الأسماء الحاصلة بسبب العلم فذكر ألفاظ عالم وعليم وعلام وبيّن عدم جواز إطلاق لفظ المعلم والعلامة على الله عز وجل لأن الأول مشعر بنوع نقيصة والثاني يدل على حصول العلم بعد كد وعناء وكلاهما محال في حق الله تعالى ثم بيّن أن الخبرة والشهودة والحكمة واللطفة مرادفات للعلم وأن الأسماء الجليلة الدالة على هذه الصفات وهي الخبير والشهيد والحكيم واللطيف كلها توقيفية وكلها حصلت بسبب العلم فتكون بهذا الاعتبار من الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية والإضافية ويلحظ حرص الإمام على الاستدلال لكل اسم بدليل من القرآن الكريم وتنبيهه على عدم جواز إطلاق لفظ المعلم على الله عز وجل على الرغم من أن هذا الفعل أعني علم جاء مسندا إلى الله عز وجل في كثير من آيات القرآن الكريم فهو بهذا الاعتبار من صفات الأفعال إلا أن التوقيف لم يرد بإثبات هذا الاسم لله عز وجل وهذا ينسجم مع ما قرره الإمام في كتابه لوامع البينات حيث قال واختيار الشيخ الغزالي رحمه الله أن الأسماء موقوفة على الإذن أما الصفات فغير موقوفة على الإذن وهذا هو المختار وأما في الفصل الثالث فتحدث الإمام عن ألفاظ تدل على صفة الكلام فذكر ستة منها هي الكلام والقول والأمر والوعد والوحي والشكر حيث ورد قسم منها في القرآن الكريم بصيغة المصدر وصيغة الفعل الماضي وصيغة الفعل المضارع واقتصر أرود القسم الآخر منها على واحدة من هذه الصيغ الفصل الرابع في الإرادة وما يقرب منها فاللفظ الأول الإرادة قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اللفظ الثاني الرضا قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال في صفة السابقين الأولين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال حكاية عن موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى اللفظ الثالث المحبة قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اللفظ الرابع الكراهة قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقال في حق المنافقين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم قالت الأشعرية الكراهة عبارة عن أن يريد أن لا يفعل وقالت المعتزلة بل هي صفة أخرى سوى الإرادة والله أعلم وقد عد الإمام الإرادة من الصفات الحقيقية والإضافية لأنها صفة قائمة بالذات ولها تعلق بشيء آخر خارج عن الذات يقول الشيخ الدردير وقدرة إرادة تعلقا بالممكنات كلها أخذتقا فصفتا القدرة والإرادة تتعلقان بالممكنات ومن ثم قيل العلم يكشف والإرادة تخصص والقدرة توجد وفي لوامع البينات عد الإمام لفظ المريد إثما من أسماء الصفات المعنوية فقال أما المريد ففيه ألفاظ منها يريد وهو وارد في القرآن قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال يريد الله أن يخفف عنكم وقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة وقال إن الله يحكم ما يريد ورأي الأشاعرة التي ذكره الإمام مبني على أن الرضا والمحبة والكراهة من صفات الأفعال وهي عندهم حادثة وهذه الأفعال من تعلقات صفات المعاني فكما أن تعلق القدرة بالحياة يسمى إحياء وبالموت يسمى إماتة فإن تعلق الإرادة بالمحبوب يسمى محبة وبالمكروه يسمى كراهة وبالمرضي يسمى رضا وحاصل الكلام أن الإمام ذكر في هذا الفصل ألفاظا تدل على صفة حقيقية وصفة إضافية هي صفة الإرادة فذكر الإرادة والرضا والمحبة والكراهة ومعظمها وردت في القرآن الكريم بصيغة الفعل الماضي أو الفعل المضارع الفصل الخامس في السمع والبصر قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى مخاطبا موسى وهارون عليهم السلام لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى وقال حكاية عن إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فهذا جملة الكلام في الصفات الحقيقية مع الإضافية وأقول إنما عد الإمام السمع والبصر من الصفات الحقيقية والإضافية لأنهما صفتان قائمتان بالذات ولهما تعلق بأمور أخرى خارجة عن الذات جاء في الخريدة البهية وجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى ومعنى هذا أن صفتي السمع والبصر تتعلقان بكل الموجودات الفصل السادس في الصفات الإضافية مع السلبية وقبل البدء بقراءة هذا الفصل أشير إلى أن الفصل السادس وما بعده إلى الفصل التاسع أقسام مستقلة لا تندرج تحت الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الإضافية وهو عنوان الباب السابع فكان الأولى بالإمام أن يفرد لها أبوابا مستقلة لا أن يجعلها فصولا في هذا الباب يقول الإمام اعلم أن الأولى يعني هذا الاسم من أسماء الله عز وجل اعلم أن الأولى هو الذي يكون سابقا على غيره ولا يسبقه غيره فكونه تعالى سابقا على غيره إضافة وقولنا إنه لا يسبقه غيره سلب فلفظ الأول يفيد حالة متركبة من إضافة وسلب والآخر هو الذي يبقى بعد غيره ولا يبقى بعده غيره والحال فيه كما تقدم أما لفظ الظاهر فهو إضافة محضة لأن معناه كونه تعالى ظاهرا بحسب الدلائل وأما لفظ الباطن فهو سلب محض لأن معناه كونه عز وجل خفيا بحسب الماهية ومن الأسماء الدالة على مجموع إضافة وسلب القيوم لأن هذا اللفظ يدل على المبالغة في هذا المعنى وهذه المبالغة تحصل عند اجتماع أمرين أحدهما أن لا يكون محتاجا إلى شيء سواه البتة وذلك لا يحصل إلا إذا كان واجب الوجود في ذاته وفي جملة صفاته والثاني أن يكون كل ما سواه محتاجا إليه في ذواته وفي جملة صفاته وذلك بأن يكون مبدأا لكل ما سواه فالأول سلب والثاني إضافة ومجموعهما هو القيوم إذن تحدث الإمام في هذا الفصل عن خمسة من أسماء الله الحسنى أربعة منها وردت في الآية الثالثة من سورة الحديد وهي قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فبين الإمام أن اسمي الأول والآخر يدل كل منهما على صفة إضافية وصفة سلبية فقولنا الأول معناه الذي يكون سابقا على غيره ولا يسبقه غيره فالمعنى الأول صفة إضافية والمعنى الثاني صفة سلبية وقولنا الآخر معناه الذي يبقى بعد غيره ولا يبقى غيره بعده فقولنا الذي يبقى بعد غيره صفة إضافية وقولنا الذي لا يبقى غيره بعده صفة سلبية وأما الظاهر فمعناه أنه تعالى ظاهر لكثرة البراهين الباهرة والدلائل النيرة على وجوده وهذه صفة إضافية أو إضافة محضة والباطن معناه أنه تعالى باطن من حيث إن كنها حقيقته غير معلوم للخلق وهذه صفة سلبية أو سلب محض وأما الاسم الخامس الذي تحدث عنه الإمام في هذا الفصل فهو القيوم وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهذا القدر جزء من أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي وآية كاملة هي الآية الثانية من سورة آل عمران وورد هذا الاسم أيضا في سورة طاها في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومعنى القيوم القائم بذاته المقوم لغيره فكونه تعالى قائما بذاته يقتضي كونه غير محتاج إلى غيره وهذا سلب أو صفة سلبية وكونه مقوما لغيره يقتضي كون كل ما سواه محتاجا إليه وهذه إضافة أو صفة إضافية يقول الإمام في كتابه لوامع البينات القيوم من حيث إنه يدل على تقومه بذاته يدل على وجوده الخاص أو على السلب وهو استغناؤه عن غيره ومن حيث كونه مقوما لغيره كان من باب الإضافات هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع